بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلا وسهلا أهلا بكم في الفيديو رقم 11 من سلسلة السيستماتيك ريفيو والميتااناليسز إن شاء الله نكمل معكم السلسلة دي لغاية لما الناس تفهم كويس إيه والسيستماتيك ريفيو والميتااناليسز وتقدر تعملهم بكل بساطة إن شاء الله خلينا راجع سريعا كده على الخطوات اللي احنا تكلمنا فيها في الفيديوهات الفاتت بدأنا من إحنا جبنا للسؤال البحثي عرفنا أنواع ريفيوز وعرفنا إزاي نستخدم البكو بدأنا أن احنا نعمل سيرش استراتيجي أو استراتيجية البحث بدأنا أن احنا نستخدمها في أكثر من داتا بيز بعد كده بدأنا نخش في الخطوة بتاعت السكرينيج أو فلترينج للدراسات تايتل أبستراكت سكرينيج والفول تاكست سكرينيج وبعدين نتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الداتا إكستركشن بشكل سريع في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة اسمها البروتوكول ريجستريشن أو أنك تسجل بروتوكول بتاع السيستماتيك ريفيو هنتكلم عنه بالتفصيل هنعرف إيه أهمية تسجيل البروتوكول وهي طريق تسجيل البروتوكول على ويب سايت مشهور اسمه بروسبيرو هناخد الويب سايت ستيب باي ستيب علشان نعرف الناس إزاي يسجلوا البروتوكول بشكل صحيح إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاي نتكلم على الداة إكستركشن بشكل تفصيلي على أساس ما هي تكون الناس تكون عارفة إيه نوعية الداة اللي ممكن تقابلها في الشغل بتاعها علشان تطلع النتائج اللي هي متوقعها أو تجاوب على السؤال البحثي اللي هم اقترحوه في أول الشغل بتاعهم علشان كده بقى ما تنساش تشترك في القناة علشان يجيلك الفيديوهات الجديدة إن شاء الله بدون مقدمات كتيرة يلا بينا طيب خلينا نبدأ الكلام عن أهمية تسجيل البروتوكول البروتوكول ده هو زي المخطط اللي انت هتمشي عليه بتقول للمجتمع العلمي إنك هتمشي بالخطوات واحد نين ثلاثة أربعة زي ما احنا بنوضح فيه سلسلة الفيديوهات دي أهمية البروتوكول من وجهة نظري اللي هي ثلاثة أهميات أول حاجة إن انت بتتأكد إن الفكرة بتاعة الرفيو بتاعتك محدش عملها قبل كده هنوريكم إزاي وإحنا بنشرح على الكمبيوتر إزاي تبدأ تعمل سيرش على البروتوكول ريجستر أو المكان اللي موجود فيه البروتوكولات اللي هو بروسبيرو وتتأكد إن الفكرة البحثية بتاعتك دي محدش يشتغل عليها قبل كده ودي عنصر فيه تفاصيل كتيرة هل مثلا أنا لقيت حد الفكرة اشتغل على الفكرة بتاعتي هل ساعتها المفروضة اشتغل على نفس الفكرة ولا يكون فيها تعديل ساعتها بيبقى محتاجة رأي حد إكسبرت في الموضوع وتعرض عليه الفكرة البحثية بتاعتك وتعرض عليه البروتوكول المنشور وهو يقول لك هل الفكرة دي متطابقة مع الفكرة دي ولا لا وهل تقدر تشتغل الفكرة دي ولا لا وهل في إمكانين أنك تتواصل مع الأوسر ده وهل البروتوكول ده منسجل بشكل قريب ولا من زمان يعني الموضوع ده فيه تفاصيل كتيرة ولكن إحنا لو عملنا سرش مثلا وملقناش في أي بروتوكول مسجل بنفس الفكرة بتاعتنا فده معناه إحنا بنتأكد أنه محدش اشتغل الفكرة بتاعتنا دي قبل كده تاني أهمية هي فكرة أنك تسجل البروتوكول للوسط العلمي وبالتالي بتقول للوسط العلمي يا جماعة أن أنا شغال على الفكرة دي وبالتالي لو حد حابب يشتغل على الفكرة بتاعتك يعرف أنك أنت اللي شغال عليها فباختصار كده بتعمل حفظ دي حقوق الفكرة بتاعتك علشان محدش يشتغل عليها يكون عنده اكسبرينس أكتر منك يبدأ يشتغل عليها ويخلصها وينشرها وإنت لسه بتكون مثلا شغال في الريفيو تالت حاجة وده عنصر مهم جدا وهو أنك لما تخلص البروتوكول بتاعك المشرف المفترض الموجود معك في الريفيو ده أو الشخص اللي عنده اكسبرينس في الريفيو لما بيشوف البروتوكول بيشوف كده زي الصورة الإجمالية بيشوف الخطوات اللي انت هتشتغل بيها بشكل صحيح هل هي مظبوطة ولا فيها حاجة يعني مش واضحة لأن البروتوكول بتكتب سؤال البحثي وبتكتب العراصر بتاعته وبتكتب السرش استراتيجي وبتكتب كل حاجة لغاية الخطوة بتاعت الداتا إكستراتيشن يعني نفترض البروتوكول زي ما احنا ماشيين في استثالة بتاعت الفيديوهات بيتم لغاية الخطوة ما قبل الداتا إكستراتيشن لو بدأت تطلع الدياتا إكستراتيشن وقلت لهم في التسجيل النكي بدأت تطلع الدياتا إكستراتيشن هيقولك فهو المفترض أن السيكونس الصحيحة أو الترتيب الصحيح زي ما ماشيين بيه في الفيديوهات بتجيب السؤال البحثي بتاع بسرش استراتيجي بتبدأ تطلع فلترينج للنتائج بتاعتك وتشوف الدراسات اللي انكلودت معك وبناء على الدراسات دي بتشوف ايه هي نوعية الدياتا اللي انت هتطلعها بتكتب ايه نوعية الدياتا وايه هي الاوتكمز اللي انت هتحسبها وبعد كده بتبدأ تسجل البروتوكول بتاعك يعني البروتوكول ما بيتعملش من اول خطوة او من اول ما بيجيب السؤال البحثي لا بيتعمل بعد ما تكون بالفعل خط خطوة في الريفيو بتاعك ذات نفسه علشان تتأكد ان الخطوات بتاعتك هتكون ماشية صحيحة وعلشان تتأكد ان الاوتكمز اللي انت حاطتها في البروتوكول هي دي نفس الاوتكمز اللي هتطلع لك اجابة للسؤال البحثي بتاعك وهنتكلم عن كل تفاصيل المتعلقة بالداتا في الفيديو الجاي ان شاء الله خليني بقى نمريكم ازاي بيتم تسجيل البروتوكول على موقع بروسبيرو بتكتب على جوجل بروسبيرو وبتفتح بروسبيرو بروسبيرو دا لو فتحته هتلاقي ان هو مكتوب دي حاجة معروفة جدا عالميا بتدخل تعمل لو انت ما عندكش اكاونت بتعمل البيانات بتاعتك سهل جدا الريجستريشن فيه وبعدها بتعمل لوج ان بتحط الايميل والباسورد بتاعك بعدها بتعمل لوج ان طيب دلوقتي ازاي بتعمل سيرش علشان تتأكد ان البروتوكول او الفكرة بتاعت الريفيو بتاعتك محدش اشتغلها قبل كده بتدخل هنا تعمل سيرش وبعد كده بتكتب المصطلحات المستخدمة في الشغل بتاعك طيب انا فكرت ايه هي المصطلحات اللي احنا ممكن نستخدمها علشان نعمل سيرش فقلت ليه ما نستخدمش الامثلة اللي احنا تكلمنا عليها خلال السلسلة ونكون هي زي تطبيق برضو لنا في الشغل بتاعنا طيب علشان توصل للامثلة ممكن تبدأ تفتح البوت بتاعنا لو محدش يعرف البوت ده تدخل على البحث العلمي بعد كده تدخل على systematic review meta analysis تقدر تشوف الخطوات بتاعتنا دي كلها اللي احنا اتكلمنا عنها هتلاقي اخر حاجة examples for reviews هتلاقي ان هو فتح لك الexamples بتاعتنا فعلى سبيل المثال لو احنا فتحنا effectiveness systematic review اللي هو interventional systematic review كان بيتكلم على microwave applation وبيقارنها بradio frequency applation لتريتمنت بتاع liver cancer فالكلمات المفتحية في العنوان بتاعنا ده هي كلمة microwave applation تمام ممكن نحطها كده ومسلا نكتب ant liver cancer طيب وبعد كده هتدو السرش انت ممكن تحط الكلمات المفتحية ممكن تستخدم المش زي ما احنا شرحناه في الفيديوهات اللي قبل كده فانت لو بصيت على حاجة زي كده هتلاقي ده مجموعة كبيرة من reviews اللي بتتكلم في الموضوع هتبحث عن review فهنا مثلا هنا بجيب لك registration ده كان 19-05-2029 ده احدث حاجة ده comparison efficacy بتاعت ال ultrasound والCT والMRI guided والthermal application for liver tumors فده مثلا ده review ongoing ولسه متسجل بشكل قريب هكذا هتبدأ تدور في الحاجات دي كلها يعني هنا فيه حاجات بتقارن بشكل كبير وهتشوف هل review بتاعك ده موجود ولا لا فهي لو فكرة جديدة مثلا يعني خلينا نجرب مثلا نكتب H19 and liver cancer فممكن ما تلاقيش حاجة زي كده يعني احنا حبينا ان احنا نتكلم عن نوع من انواع ال RNA اسمه H19 و علاقته بال liver cancer هتلاقيين محدش يشتغل على الفكرة زي دي فتبدأ انك تقدر تسجد الفكرة دي والشغل بتاعها طيب احنا لو لقينا فكرة زي الافكار اللي فاتت زي ما احنا شفنا في ساعتها بتشوف هل ال review ده بيطلع نفس ال outcomes بتاعتك ولا مختلفة زي ما قلتلك ممكن ترجع لحد expert في الموضوع هو اللي يقدر يعمل decision معك بشكل افضل من كده احنا دلوقتي حابين ان احنا نسجد ال protocol فبتدخل على my prosperity وبعد كده بتعمل حاجة اسمها register your review now فهو بيقول لك الخطوات بتاعت ال registration تأكد ان هو inclusion criteria موجودة والتفاصيل ده كله احنا نتكلم عنها انت لو بتشتغل حاجة related بال animals هتختار الاخضر لو بتشتغل حاجة related بال humans هتختار الشكل ده فهنختار ال humans دلوقتي هيسألك كم سؤال قبل ما يدخلك على الصفحة بتاعت ال registration هل انت هتسجل ال registration ده بال English فبتدوس نعم هل هو scoping or literature review او mapping review يعني هل هو literature review ولا systematic review فلا قلت ان هو scoping review هيقول لك احنا ما بنسجلش على scoping review ولا literature reviews احنا بس في systematic reviews and meta analysis فبتدوس ان هو no هل هو ده related بال health outcome فبتدوس ان هو yes هل هو cochrane review هل ده cochrane review لان هو لو cochrane review تقدر انك تسجل ال protocol بتاعك على cochrane database فممكن تدوس اسم وممكن تدوسنه ولكن هو مش cochrane review اللي احنا نشتغل عليه هل هو many review يعني review صغير او review كامل فهو مش many review هل بحثت بprospere وقيت ان في similar systematic review بيتكلم على نفس الفكرة البحثي بتاعتك فبتقول اه ان انا بحثت ولكن مفيش اي similar reviews هل انت كتبت ال protocol فبتدوس نعم ان انا كتبت ال protocol هل في اكتر من شخص هيكون involved مشارك في systematic review المنطقي طبعا لازم يكون في اكتر من شخص علشان يعني بيبقى biased جدا انك تعمل systematic review لوحدك طيب هل انت ناوي انك تنشر الابحاث دي فبتدوس ان انا ناوي انشر review هل انت بدأت review بتاعك فبتدوس yes فهو بيسألك دلوقتي على ال stage بتاعت review بتاعك لو انا بتكلم بسرعة شوية تقدر انك تقرأ بس الكلام المكتوب لانه مش complicated او معقد ولازم تمشي بنفس يعني sequence الحاجات اللي احنا اخترناها لانك لو دست نوع هيقولك we can't register your protocol فانت لو بدأت المنطقة ممكن تقول not started ممكن تقول started ممكن تقول completed فممكن تقول completed عادي ال full search completed عادي حتى ال screening ممكن تقول started مثلا ولكن في data extraction لو دست completed لو انت طلعت ال data بالفعل you can't register the protocol انما هنا ممكن تقول started او حتى not started risk of bias not started احنا نكلم عن risk of bias و ال data thenses والحاجات دي كلها مشيت بال sequence اللي احنا مش هنا ده تقدر انك تعمل register لي review بتاعك طيب دي الصفحة بتاعت registration بتخلصها في يوم واحد بتخلصها في اكتر من يوم لو انت عامل word document بالاجزاء بتاعتك ماشي لو انت مش عامل word document ممكن تجاوب عليها بشكل مباشر اول حاجة عنوان بتاع review فاحنا ممكن ناخد مثلا العنوان بتاع review اللي هو ده ونحطه هنا معنا ده عنوان review فهنا بيسألك اللغة بتاعت review هو لو انجلش خلاص بتسيبها ما بتمليهاش وهو عاملا هو عايز منك الحاجات اللي عليها ال asterix او العلامة ال start date بتاعه امتى ممكن نخليه يوم 10 اكتوبر ال anticipation date هيخلص امتى ممكن مثلا نخليه يوم 1 فبراير 2014 حط شوية وقت مثلا شهر او شهرين زيادة عن expected بتاعك يعني لعله وعسى اي ظروف تحصل فيعني تكون عندك متسع من الوقت فده كده review الحاجات اللي احنا اخترناها احنا بنقدم ده ال contacts بتاعتك الاسمك اللي هو بتحط في ال email والتفاصيل بتاعتها كلها بتضيف هنا الناس اللي شغالين معك مثلا دكتور كزا وال last name بتاعه كزا وال organization affiliation بتاعه وال email وفي الاخر country ايجبت مثلا او انجلند اي حاجة يعني بعد كده بتكمل add person to this list بعد كده ال funding هل انت عندك funding فلو فيه fund او فيه حد بيمول مشروع بتاعكم وده بيبقى قليل خالص فبتعمل no funding تمام هل فيه conflict of interest لا مفيش conflict of interest ال collaborators هل فيه مؤسسات ت collaborate معك ولا حاجة review question بتاعك فممكن تقول مثلا what is the best approach للموضوع هل يعني بتكتب السؤال البحثي بتاعك احنا بس بنوريكم هنا الموضوع ال search strategy بتحط ال search strategy بتاعتك فحنا اللي فتحنا ال paper هنا مثلا هتلاقي ان هو عمل search strategy بالشكل زي ما احنا شايفين هنا ادي search strategy ممكن نحطه هنا كده ده search strategy بتاعته خلاص طيب انت ممكن ترفع upload the search strategy يعني ايه upload the search strategy الشكل احنا شايفونه ده بيختلف من bobmed من web of science من scopus من impace من اكتر من مكان فممكن تحط ال search terms بتاعتك دي لو احنا فتحنا مثلا diagnostic test accuracy ونزل من تحت في diagnostic test accuracy هتلاقي ان كل ال database لها شكل مختلف من search term فانت بتحطهم في pdf وبعد كده بترفعه في ال protocol بتاعك يعني زي ما قلت هنا في diagnostic test accuracy علشان هو كوكرين review فبيكتبوا كل التفاصيل فهنا مثلا database بتاعت كوكرين ده search strategy بشكل ده الكوكرين library ده search strategy بتاعهم midline ده search strategy بتاعهم فده search strategy لكل نوع ممكن تحطه في pdf وبعد كده ترفع ال pdf هنا لو انت حابب انك ترفع ال pdf هنا ال condition او ده بتكتب زي overview او background بسيطة على المرض اللي انت شغل عليه او على الاتجاه يعني مثلا في ال liver cancer هتكلم عن ال liver cancer هتكلم على ال applications المستخدمة في ال review هكذا هنا ال pickup بتاعتنا participants او population زي ما احنا وضحنا في السؤال البحثي ال intervention او exposure اللي انت هتشتغل عليه ال comparison اللي بتقارنها يعني مثلا radio frequency و ال microwave و ال microwave ال type of study اللي هو study type اللي احنا كلمنا عليه او study design هتشتغل على rcts اللي هي randomized controlled trials ولا هتشتغل على observation studies بتكتب نوع الموضوع ده وهنا بتكتب المين outcomes بتاعتك او outcomes اللي انت هتحسبها وازاي بتقيس ال outcomes دي يعني على سبيل المثال في ال review ده في ال DTA review هو هتلاقي outcomes بتاعتهم sensitivity وال specificity بتاعت الادوات بتاعت ال index test هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي وبيتقاس مثلا به true positive true negative false positive false negative بتكتب الحاجات دي كلها او measure of effect بتاعتك بيتم زي هو من ديك مثلا مثلا relative risk or risk ratio odds ratio difference between between them كل الحاجة دي نتكلم عنها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله طيب هنا additional outcomes يعني انت لو عايز تشوف مثلا فعالية الدواء دي جزء منها ولو عايز تشوف مثلا cost effectiveness the cost effectiveness بتاع دواء فال outcome الاولي بتاعك هو انت عايز تشوف فعالية الدواء ده ولكن مثلا secondary outcome او additional outcome هو انت عايز تشوف مثلا cost بتاع الدواء ده او تكلفة الدواء هل هي كويسة عليها قليلة وهكذا طيب زي ما قلنا بيبقى فيه حاجة اسمعها او بتقيم جودة الداتا اللي انت طلعتها هنتكلم عنها في فيديو بعد ان شاء الله في مثلا في بيكون فيه ادهة مشهورة زي دي ادهة مشهورة جدا فيه ادوات مشهورة هنتكلم عن كل الكلام ده بالتفصيل بتكتبهم هنا هنا مثلا لو جيت بصيت هتلاقي ان هو برضو يعني مستخدم الكوكرين طول اللي احنا قلنا عليها ومستخدم حاجة اسمها تانية اسمها روبينز دي للابسرفيشنال استاديوز طيب الستراتيجي للداتا تنسيز اللي هي الستاتيستيكال اناليسي اللي هو بيتكلم عنها هنا ازاي هتقدر تعمل تنسيز للداتا او اناليسي للداتا طيب هل فيه سب جروب اناليسي ده كله برضو هنتكلم عنه فيه السب جروب اناليسي لان هو مفترض انك تدخل تشتغل في الرفيو فهو بيسألك على هذا الاساس لان المفروض تكون انت اصلا محددها بالفعل بشكل مسبق بتختار مثلا ده او ده ده مثلا في ده في بتختار اي حاجة من بتختار البلد بتاعتها وبعد كده بتختار يعني ده تقريبا كل الديتيلز بتحط شوية كي بردز كل دي حاجات بتعمل سيف لو انت حابب تروح وتيجي اكتر من المرة تضيف داتا او بتعمل لو انت متأكد من ان الشغل بتاعك تمام مزبوط مية في المية لما بتعمل بيردوا عليك بعد فترة ممكن تكون عشرة ايام ممكن تكون شهر طيب فلو فتحنا مثلا ال اللي احنا برضو قلناه في الامثلة هتلاقي لو قلبت كده هتلاقي ان هو البروتوكول ده متسجل في بروسبير وده الرقم بتاع فحنا لو اخدنا رقم وبحثنا به على بروسبيرو هتلاقي ان هو طلع لنا السيفتي اللي احنا اكلمنا عنه ده كمبليتد زي ما احنا شايفين دي كل التفاصيل لو احنا هحبين نبص بشكل سريع ده العنوان بتاع الريفيو بتاعتهم بدأ يشرح ايه هو الكنسر اللي شغالين عليه الاوتكامز بتاعتهم الاوتكامز بتاعتهم هتم زي بتاعهم هتم زي فممكن تشوف اي بروتوكول متسجل زي كده وبعد كده تشوف هو يعني معدله في ايه او كتبوا ايه او ايه تفاصيل بتاعته وتقارن ما بين البيبر البابلش وما بين الريجسترد بروتوكول